موسيقى كانت الحياة أشبه بالسجن الكبير كان الناس مجبورين على الحياة والعيش تحت سلطتهم وحكمهم ونظامهم وكان أي شخص يفكر بالهروب من سلطتهم كان رأسين يقتلوه بدون أي تردد بحجة مغادرة أرض الخلافة والذهاب إلى أرض الكفر موسيقى تعالوا معايا هسا أشوفكم صرح علمي ثقافي كبير يفتخر به جميع مدينة أهل الموصل جامعة الموصل هذا الصرح العلمي والثقافي الذي يفتخر به جميع سكام مدينة الموصل حيث وسمت بعادة الحياة إلى المدينة بشكل كبير وواسع حيث قام الطلاب وأساتذة ومن تطوعون بعادة تأهيل وتنظيف المكتب المركزية وانتشار الكتب الغير متضررة وأيضا إعادة بعض الأخسام وتنظيفها وتأهيلها حيث كان لكل تخصص البصمة إن كان طبيبا أو مهندسا أو عاملا أو سادا أو طالبا أو حتى رساما أو نحاتا كل كان له بصمة جميلة في هذه المدينة طبعا من أكثر الأماكن والمعالم اللي ترتبط روحيا وهي سكام مدينة الموصل هو هذا الجسر الجسر العتيق الجسر العتيق هو أحد الجسر الخمسة اللي تحطمت بمدينة الموصل واللي تربط بين جانبي مدينة الموصل الأيمن والأيسر طبعا هذا الجسر كان من أول الجسور بعودته إلى وضعه الطبيعي المدينة بشكل عام تأبد صار بيها دمار وقالوا مستحيل ترجع لكن فضل الفرقة التطوعية والجهود الذاتية والمنظمات المحلية والدولية الحمد لله قدرة المدينة تتنفس وترجع إلى ما قبل 2014 آخر معركة في مدينة الموصل كانت بالتحديد من هذه المنطقة منطقة الميدان آخر معقل للتنظيم الإرهابي من هنا أعلن رئيس الوزراء عن تحرير مدينة الموصل بالكامل من هذه المنطقة بالتحديد شكرا للمشاهدة